منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية كتاب من تأليف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية الفصل السادس مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية المشرفة مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية المشرفة لقد ضرب لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم المثل في استخدام مهارات التواصل الدعوي بمختلف أنواعها حتى وإن لم يسمها بذلك أو لم تعرف في زمانه صلى الله عليه وسلم بهذا الإسم فقد أداها بما آتاه الله عز وجل وعلمه إياه من البلاغة والفصاحة والبيان وما آتاه من جوامع الكلم وأدواته ووسائله ومع ذلك كله حرص صلى الله عليه وسلم على التنوع في الأسلوب واستخدام سائر مهارات التواصل الدعوي للنفاذ إلى عقل المتلقي وقلبه وإثارة اهتمامه وانتباهه وإيقاظ مشاعره ومن هذه المهارات واحد مهارات لغة الجسد الرصينة المتزنة كتغيير وضع الجسد لإثارة الانتباه ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت فلا شك أن تغيير النبي صلى الله عليه وسلم وضعه من الاتكاء إلى الجلوس كان على سبيل إثارة انتباه السامع والمتلقي إلى أهمية ما سيلقي من الكلام وأن له خصوصية اقتضت تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لوضع جسده الشريف من الاتكاء إلى الجلوس تأكيدا على خطورة وأهمية ما سيذكر بعده من قول الزور لما يترتب عليه من الظلم وضياع الحقوق والتحذير من خطورة الوقوع فيه ومغبته وسوء عاقبته ومنها الإشارة إلى القلب حيث يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار بأصابعه إلى صدره ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ومنها الإشارة ببعض أصابعه كالإشارة بالسبابة والوسطى حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه ومنها الإشارة إلى اللسان حيث يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم قد حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على تنويع أسالي به الدعوية واستخدام سائر مهارات التواصل الدعوي للنفاذ إلى عقل المتلقي وقلبه وإثارة اهتمامه وانتباهه ومنها اتنين استخدام لغة الأرقام للتحديد والحصر أو التقريب الذهني على حد قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار وقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وقوله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وقوله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه وقوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر وقوله صلى الله عليه وسلم اكتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات استخداموه صلى الله عليه وسلم أمل الرسم التوضحي كمهارة من مهارات التواصل فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهاشه هذا وإن أخطأه هذا نهاشه هذا وعنه رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا لا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالسنة النبوية المطهرة أنموذج في مهارات التواصل الدعوي التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تنوعها لإثارة اهتمام وانتباه السامعين ولتحقيق أكبر فائدة للتواصل الدعوي ونذكر منها أيضا أربعة استخدام ضرب الأمثلة التوضيحية ومنها ما روي عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة ومنه أيضا ما روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى خمسة استخدام أسلوب الاستفهام في الخطاب الدعوي يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار وفيه أيضا الإلغاز لتنشيط أذهان المستمعين ومنه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة ستة ومن مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية مهارات استخدام أسلوب الإقناع والاستدلال العقلي وتأييده بما هو مسلم لدى المتلقي في أرض الواقع ومنهما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنا كان ذلك قال أراه عرق نزعه قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق سبعة التبسم كناية عن الرضا ومنهما روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها هنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه تمانية الإعراض كناية عن عدم الرضا ومنه عن أنس رضي الله عنه قال استشار الرسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارة يوم بدر فقال إن الله قد أمكنكم منهم قال فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم قال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس قال فقام عمر فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم قال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك فقام أبو بكر فقال يا رسول الله نرى أن تعفوا عنهم وتقبل منهم الفداء قال فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم قال فعفى عنهم وقبل منهم الفداء تسعة تكرار الكلمة أو الجملة لتثبيت الأمر في عقل السامعين والصبر على السائلين وعدم التضجر من أسئلتهم ومنهما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفو ثم رغم أنفو ثم رغم أنفو قل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة مع تأكيدنا أن مهارات التواصل الدعوي في عصرنا الحاضر تتطلب إضافة إلى كل هذه المهارات التي نتعلمها من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإلمام الكافي بالتعامل مع سائر وسائل التواصل العصرية والتكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمهارات فائقة تواكب العصر ومستجداته ومتطلباته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر